لا ايه المشكلة في اللي جاي اتفرجوا وقولوا انتوا مين هياخد الدوري الزمالك ويا ريت من المخرج مين المخرج عندك عندي مال ومال عايز اقوله سجلي سجلي وما ان شاء الله سجلي بقى يعني انت معايا سجلي ان الزمالك بطل الدوري الزمالك بطل الدوري ان شاء الله ما يحصل على الدوري هات اللقطة دية يوم سبعة مارس كابتن جمال قال الزمالك سبعة مارس اتسجلت الكلام الحلاج بتقوله كابتن جمال عبد الحميد كابتن مصر قال الزمالك هياخد الدوري سجلي وشوف ان انا ما عنديش فكرة يباني ما لعبتش كرة تاري يباني عمري ما لعبتش كرة طب ليه زنقت نفسك كده انا بقولك مارس اتسجلت الزمالك بطل الدوري المسلم ده الزمالك بطل الدوري ايوه بس دي كرة برده ما انت تقول ليه برده انا جاي نهاردة اقول ليه من غير ليه الزمالك بطل الدوري لسبب الاول مرة الزمالك بعنده البودلاء زي اللي بلعبه فأي حد بينزل يكسبنا أي حد أي منحف ينزل في ثانية يكسبنا كابتن جمال ده أنت أكتر واحد الكرة ما فيهاش كده ما فيهاش كده الكرة ما فيهاش إن أنا قبل 13 جولة أقول فرقة بطل الدوري والفارق أربع نقاط طب ما أنت بتاخد من واحد اللي هي بكرة طبعا أنا سجلت خلاص أنا لسه أسجل أنا سجلت خلاص طيب إذا مالك خد الدوري هتطلع لك التسجيل الأهل يخد الدوري أطلع لك التسجيل جمال عبدالحلين ما عندوش فكرة عن الكرة إحنا قلنا حاجة ما قلناش حاجة لأنه يخد الدوري ولا لأ لا يعني هو حتى يعني مش مش كان داخل معاه بجده لو كان بيصدق إن خلاص الزمالك بس عادي يقوله كرة فاش كده إذا إزاي قبل 13 مباراة كان فاضل 13 أسبوع والفارق أربع نقاط يبقى فاضل الأسبوع والفارق للألي خمس نقاط يعني يعني لا جماعة لا ما هو جمال عبدالحميد بس نسي نلعب في النادي الأهلي ها ونسي اللي شافه جوا النادي الأهلي بس مهيب رجع سأله عمال يقوله هو حد يقوله لأ قول إن أنا ما عنديش فكرة قول إن أنا ملعبتش كورة ما تستعجلش ما تستعجلش أنا أبسك ما تستعجلش هتلمخرج سجل اكتل بس هو سبعة مارس لو حصل بس عنده مخرج هو عنده مخرج حيقوله دلوقتي طب مهيب رجع سأله حد يقامن للكورة ولا حتى يقامن للأهلي هلصمم على رأيه ونشوفه ليه كده ليه عملت في نفسك كده أنا عايز أعرف حاجة بس عملت في نفسك كده ليه أبس طيب المخرج ده لازم يمشي أولا بس لا لا وكنت وصك أولا من نفسك أولا وأنت كمان عمالة هديني وأنا لأ وعمالة أولا كده طيب كورة ما فاش كده حد يأمن النادي الأهلي أم أم يعني فيه حد يأمن النادي الأهلي حد يتكلم عن النادي الأهلي ويأمن النادي الأهلي هو والله أنا جمال كابتن جمال بحبه لأنه هو عنده طلقائية وعنده يضحك ولك ارفض المخرج وبعدين يعني ألا بها ظهر حيعمل إيه الراكل يعني بس مهيب رجع قال له تعتذر للأهلي هل اعتذر ولا لا هو اعتذر للأهلي ليه هو اعتذر لنفسه نشوفه يعني هو الأهلي ما ليش دعوا بيه يعني هو ما غلدش في الأهلي على أنه قال له أنت زي يعني تستبعد الأهلي بهذا الشكل نشوف طيب مهيب حد أعتذر لا لا عن الفيديو لا 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 خالص طيب أنا أجزا ملك في هلبي أنا مليش دعوا لا 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 الأستاذ أبراهيم كان موظف لحاجة يعني تجبت اللقطة دي الهدف طيب هو ما قالش حاجة قالك إزا ملك في هلبي إيه علاقتها بأنك أنت تقييمك الفني إيه رأيك أنت في شوف هي هي الفكرة مش الاعتذار ولا الأهلي عايز الاعتذار ولا كابتن جمال عبد حميد مطالب باعتذار بالتأكيد بس هي الموضوعية فين في التحليل هو أنت لما بتتكلم كراجل نجم دولي كابتن مصر في كاس العالم مفيش أرفع من كده ولا أقيم من كده لما بتتكلم بتحل المشاعرك ولا بتحل الكورة بس أنت قلتها وجودتها بتحل المشاعرك من حقيقة هو قالك أنا بحب الزمالك لا الزمالك في قلبي آدي هو أيهو ماشي استند إلى دي